ومن رفح معنا مراسل العربي صالح النطور صالح أهلا بك إذن قصف في رفح حيث أنت وأيضا في مخيم البريج كيف بدا المشهد اليوم في غزة صالح يعني لشك أنه مشهد دامي لأنه نتحدث عن توسع في رقعة الاستهدافات الإسرائيلية في غضون ست ساعات فقط نتحدث عن خمسة منازل تقريبا تم استهدافها من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقتين في منطقة مدينة رفح وكذلك في مدينة غزة ما لا يقل عن عشرين شهيد فقط في مدينة رفح ويتوقع أن يزداد العدد لأن عمليات انتشال الشهداء لم تنتهي ثلاثة منازل في فترات زمنية متقاربة هذا وضع جهاز الدفاع المدني في تحدي لأنه نتحدث عن إمكانيات محدودة وبتتنقل هذه الآليات التابعة للجهاز من بيت إلى آخر في محاولة على قدر المستطاع إزالة بعض الطبقات الخرسانية حتى تتمكن باقي الفرق والعناصر من الوصول إلى جثمين الشهداء أو المفقودين تحت ركام هذه المنازل نتوقع أن يستأنف وأن تباشر وتتكثف عمليات الإنقاذ صباح هذا اليوم من بعض المنازل التي أبلغت العائلات أن هناك عدد آخر من المفقودين لم يتم العثور عليهم بعد أكثر من عشرين شهيد في مدينة رفح في ثلاثة منازل منزل في منطقة حي الجنينة إلى الشرق من مدينة رفح وكذلك منزل في مخيم الشابورة وهو يقع في وسط المدينة وكذلك هناك استهداف منزل آخر في شارع يعرف بشارع مجد يونس هذه ثلاثة منازل تم استهدافها على فترات زمنية متقاربة نسبيا وبالتالي هذا ما عقد وصعب المشهد لا شك في عمليات الإنقاذ وكذلك من حيث التعامل مع المصابين الذين وصلوا سواء إلى مستشفى الكويت تخصصي هنا أو إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المنطقة الشرقية من المدينة توسع رقة الاستهدافات هذه كانت على امتداد الأيام الماضية رغم التهديد الإسرائيلي بعمليات برية في مدينة رفح التي لم تنفذ حتى الآن لكن في المقابل هناك توسع في الاستهدافات من حيث القصف الجوي على هذه المدينة سبق هذه الاستهدافات الثلاث في اليومين الماضيين مجازر إسرائيلية أيضا باستهداف منازل مأهولة بالسكان كان أخرها استهداف منزل في شمال مدينة رفح في حي النصر وأسفر هذا الأمر عن الاستشهاد عشرة فلسطينيين بالإضافة إلى عدد كبير أيضا من الجرحة أي نتحدث خلال يومين ما لا يقل تقريبا رصدنا ما لا يقل عن ثمانية منازل في مدينة رفح منازل مأهولة بالسكان منازل بعضها أيضا لم يتواجد فيها أحد دمار كبير حل بتلك المنازل بالإضافة إلى المنطقة المحيطة المنطقة الثانية مدينة غزة تعرضت لاستهداف لمنزلين فيما عدد أيضا من الشهداء وقال جهاز الدفاع المدينة أنها تعاملت وتحاول الآن أيضا استكمال عمليات البحث فيها منزل في حي الصبرة في جنوب مدينة غزة وآخر أيضا في منطقة الغربية من المدينة وهذه الاستهدافات أسفرت عن عدد أيضا آخر من الشهداء والجرحة نتحدث الآن أن الرقم سيزيد عن 25 شهيدا مع تحديث وزارة الصحة لربما خلال الساعات القادمة فقط خلال ما لا يقيل عن 12 ساعة من عمليات القصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة بالتزامن مع هذه الاستهدافات للمنازل استمرت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف وإطلاق النار على مناطق مختلفة آخرها كان في منطقة وسط قطاع غزة شمال مخيم لبريج يتعرض قبل لحظات إلى عمليات إطلاق نار من قبل آليات عسكرية إسرائيلية وقصف مدفعي بالإضافة أيضا إلى منطقة شمال مخيم النصيرات المنطقة التي باتت بشكل شبه يومي ويبدو على مدار الساعة تتعرض لعمليات قصف مختلفة إما غارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي من قبل القوات الإسرائيلية على صعيد ردود فعل الفصائل الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية كان الحدث الأبرز يوم أمس مع تبني الفصائل عمليات إطلاق عدد من قبائف الهاون باتجاه موقع نتساريم أو المحور نتساريم التي تتواجد فيه القوات الإسرائيلية الأمر الذي أسفر عن قتل في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي كتاب القسام تبنت عمليات إطلاق هذه القذائف بالإضافة أيضا إلى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وبالعموم أصبحت هذه المنطقة منطقة التماس مباشر الآن ومنطقة معارك ما بين فصائل مقاومة وقوات جيش الاحتلال التي تحاول أن تمركز قواتها في هذا المحور فيما تستمر فصائل مقاومة في استهدافها خاصة بقذائف الهاون التي عادة تطلق على مسافات بعيدة نسبيا من القوى المتمركزة وهذه فيها رسالة أيضا كما يراها الكثيرون هنا أنها محاولة مستمرة من فصائل مقاومة الفلسطينية لرفض وجود هذه القوى الإسرائيلية داخل قطاع غزة ورغبتها ومطالبتها بانسحاب أي جند إسرائيلي موجود في القطاع هذا من جانب والجانب الآخر هي كأنها تقول أنه لن تستطيع جيش الاحتلال لن يستطيع حماية أي قواعد عسكرية داخل قطاع غزة وبالتالي مهما فعل من عمليات توسع في هذه المنطقة في محور نتساريم وبعض الصور التي كانت تبث وتنشر من وسائل الإعلام الإسرائيلية وكأن هذه القوى تتمركز بأريحية في هذه المنطقة من خلال عمليات استهدافها المتواصلة هذه كأنها فصائل مقاومة تفند هذه المزاعم الإسرائيلية وتقول أن هذه القوى لن تكون في وضع مستقر وستبقى في مرمى نيران عناصر المقاومة الفلسطينية شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة مراسل عربي صالح النطور كنت معنا في رفح